لو هو ضد الايمة يعني والله دخلت على بيت الاب قالت احنا هنجيب كذا وانت هتعمل كذا وحنكتب ايمة انت قلت لا ادور على عروسة تانية ايه الملزم ما هو ده اختياري بما ان احنا ما عندناش احنا مسلا التلاتة ما عندناش ايمة لا بس استاذ دينا معلش الغاء القايمة الغاء القايمة مع عدم وجود بديل اكحاف شديد لا انا بسأل هرجعلك طبعا اتفضل استاذ عصان بص حضرتك انا مش هعلق على الناس او الرجالة اللي بتمضي وانا هصفهم بوصف عشان بعضهم بيمضي هو بيتخدع بتحت سطر الحب تحت مسامة ان انا راجلة هوة وبمضي وبعد كده بيجي عيط وعشان كده انا بقوله مفيش حد يجي عيط لنا وبيمضي على اينا انا بقولك اهو انا من وجهة نظري انا مسئول على اللي انا بقوله انا اسف يعني بالتوازي مع العربية لما جالي خليها تصدي خليها تعنس انا بقولك لو امضي على اينا خلينا كمل خلينا كمل كلام هو كمان هيعنس وما هي مفيش مشاكل وحيكيش لوحده طول الوامر انا بقوله تمضي على اينا بتمضي على بهو بتمضي على وثيقة حبسك مديش تعاية ديني من الواحد اتنين افتراض الحسن ان هي قبل كل شيء مش افتراض السوق ان هي ليه انا بمضيه على اينا نفس القصة بالتوازي هل انا ممكن ان انا اجيب النهاردة مورتي قبل ما اتجوز اقول لها تعالي امبيلي عدا عدا بخيانتك ليه ماينفعش افتراض فيها انها ممكن تخني ماينفعش نفس القصة انا بمضيك على الايمة دي حاجة معنوية خلينا كمل جملة دي حاجة معنوية لا 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 خلينا الاتنين بيحبسك ديش تيمة وديش تيمة لأنك لو ما ردتش الأي ما هحبزك ونفس الكسر لو ما ردتش أنا هحبز نفس الكسر عايزين نقول إيه عايزين نقول إفتراض حسن الني هذا أمر الأمر التالي هو ليه قانون الأسرة الظالم المقعف اللي عمال يعدل بقى له عشر سنين كله سواد على دماغ الراجل يعني النهاردة ما كفكوش حبس في عدم تسليم الصغار ما كفكوش حبس في عدم تسليم يا أستاذا خلينا أكمل جملة أنا ما أعطعت كيش هو بيتنفذ أصلا أنا عندي كيش يا فاندك دماغ أنا بص اتكلمت في فقراتها كلها المدة بتاعتها ما أبعطعها هاش مش هنقطع حدث ليه لما أسلمش عيال الصغيرين بيتحبس ما أسلمش المسكن بيتحبس ما دفعش النفقة بيتحبس ما أسلمش الأيامة المنقلات بيتحبس كل حاجة ما بلغهاش إنه هو يتجوز بأخرى بيتحبس وهو وهو لو هي جات نكلت خلي بالك باللي جاي نكلت عن رؤية الأولاد ما بتتحبس خطفة لأنه مدة 15 سنة ما جابتهمش ليه في الرؤية ما بتتحبس اتجوزت عرفي على مسكن الزوجية بتاعه وعلى قيمة المنقلات ومتتحبس هو ليه كل حبس للزوج من تخلطوها النهاردة السواد ما فيش رجال عايزة تجوز بسبب إيه بسبب المسؤولين أنا مش متكلمش على الإعلام الإعلام عمتا ضد الراجل والمسؤولين جي كلهم ضد الراجل أكسم باللدو دراجل عارفة ليه عارفة ليه لا جملة أكيد عارفة ليه عارفة ليه هسألك سؤال هاتيلي بعد إزلاح حضرت تفتحي قوس هاتيلي كش تحت السلم في مصر مؤسسة بتدفع عن حول راجل ثانية وقت ترجمة نانسي قنقر